اهلا وسهلا الغذالة ديالي كنتمنى تكونوا باخير وصحة جيدة ان شاء الله اليوم فيديو جديد اللي غدا نشارك معكم فيه جوج ديال الوصفات اللي سهلين وان شاء الله كنتمنى انهم يعجبوكم غمضة معكم باول وصفة هو هدلي بني هدلي كي يجي ورائعين بوحد المدق مميز شي حاجة اللي غدا تعجبكم بزده بزده وما ننساش ان انا نرحب بجمال اخوات اللي معايا في القناة القدام الجداد كي يقول لكم مرحبا بكم عندي اه غمضة على بركتي الله عندي هنا علبة ديالجبن اه جبن كريمي عندي هنا جبن ديالفلا ديالفيا اللي ده سمنه ميتين وخمسين جرام زائد جوج حبات ديالبيض جوج ديالبيضات سكر الفعني غدا نضيف الملحة طبعا اللي كسبقها لحسب الضوء غدا بالنسبة لأخوات اللي ما القوش للجبن ماشي مشكلة عوضو غيب الحليب هنا عندي واحد الكاز ديالحليب دافي زائد لها معلقة اه اولا نصف ملحة كبيرة ديالخميرة ديالخبز وخلطتها معاه عندي السكر اللي غدا نستعمل الكيمية اللي بغيتم تموش ويوحلوة بزداف ولله نضيت 140 جرام غني نضيره تقريبا كاس لارو اه عندي هنا كذلك جود مع الكبار ديالناشا وخميرة ديالحلوة اللي مخلطها مع اه الناشا ساشي ديالخميرة ديالحلوة 7 جرام اولا ملحة صغيرة ديالخميرة ديالحلوة اه صافي هنا بديدكم نضيف الطحين بالتدريج بالنسبة للاخوات اللي ممتوفرش عندهم الجبن يمكنكم تعاوضوا غبيب بالحليب كاس ديالحليب يكون كبير دافي اه اولا كذلك الاخوات اللي ما عندهمش الناشا يمكن لكم ديروا فقط طحين بلاش الناشا ماشي مشكل غير هو دك الجبن كيعتى واحد البن نازوينة والناشا كيعتى واحد الخفى اكتر لكن يمكن لكم استغنوا عليهم بالنسبة للاخوات اللي ممتوفرينش عندهم هذه المكونات في البيت وصافي هنا بديتك نضيف الطحين بالتدريج مع تطريب هكا نخلط بعد تحريك المصامر ممكن تحصلوا على واحد القوام اللي كيكون شوية تقيل في حال هكا راحظوا معي القوام كيف داير غدا نخلي واحد المدة ديال 10-15 دقيقة جانبا ما يحتاج خمار ولا هذا مهم غير الغرض ديالنا أنه يرتاح لأنه غير يتنفخ وغير يكون زوين لا ما يحتاج أنه يختمر مدة طويلة غير 10 دقيقة أو 12 دقيقة أو لا 15 كيف ما شاهدتم معي هنا خليته 15 دقيقة صافي كيزيد السقال أكتر بالنسبة للطحين اللي استعملت متعدل استعمالات صافي في هذه المرحلة بعد ما خليته ارتاح شوية كتاخدوا واحد الجيب حلواني وكتوضعوا فيه العجينة ديالكم اللي حضرتوا وكتاخدوا كذلك وحد المقص وكتدوا تقصوا فيهم حال هكا مهمة لبناءت ما تخافوش على الشكل لأنه غدين يتكوروا بوحدهم لاحظوا معي يعني مع ذك الزيت بالزربة كيتنفخوا وبالنسبة للزيت كتاخنوا في اللولة درجة الحرارة شوية تكون عالية ومني كتبوا توضعوا العجينة ديالكم فيه كتبوا درجة الحرارة تكون مهيلة باش هكي يطولوا لكم ذلك الكويرات ديالكم من الداخل ومن على برة كي ياخدوا من برة اللون ذهبي ومن الداخل كذلك كي يجيوا طايبين مهم الطريقة راها ساهلة كيف ما شاهدتم معي كتاخدوا جيب حلواني ولكن لما متوفرش عندهم جيب حلواني في الطار يعني حتي مرت أنا كي يكون عندي ذاك الجيب الحلواني كيتقادة وما كيبقوش عندي وكيف كما كتلاحظوا معي كنتستعمل غي هذا اللي كي يكون عندي دائما كنت اختيتوها كامعة دوك الروايسات ديال وهذا كن ديباني باي مني كيتسالة ولي ورحال هكي اللي بنتلاحظوا معي كيتنفخوا يعني مني كتوضعهم في الفوق الزيت اي واحد دقيقة ولا جوش صافي كيتنفخواي وليو هكام دورين مهم كيف ما كتلكم اللبنات النار خاصة تكون مهيلة مني يا الله كتوضعوهم لكن الزيت في اللول خاصة يكون سخون هادي معلومة اللي ضروري خاصةكم تديروا بيها يعني النار في اللول كتتسخنوا الزيت مزيان ومني كتدوا توضعوا الخالب ديالكم كتحبطوا درجة الحرارة هكا اللي تكون مهيلة يعني قريبا متوسطة صافي لبنات بالنسبة لهذا المرحلة هادي ديال السكار كين بعد الاخوات اللي مثلا ما كيبعوش سكار بزا في العجينة اه يمكن لكم ما تضيفوش ما تكتروش السكار يعني اني غدا ندير في المرحلة الجاية غدا ندير شوية ديال السكار ثانيدة لكن غدا نقسم الخاليط النص غدا اه كورة نص ديالهم غدا ندير فيهم السكار والنصف الآخر غدا نخليهم هكاك يعني بدون سكر اه الحلاوة كتبقى على حسب الضوء كين اللي بغي مثلا يدير فيهم يفتحهم يدير فيهم مربة من الداخل او لدير فيهم الشوكولة اللي بغيتوا على حسب الضوء ديالكم اه مهم البنات هدو كي يجيوا بنان سكرتم ان يقديروا فيهم الجبن اه لكن الجبن ماشي ضروري اه كان عاود نكررها اختياري غير اللي متوفر عندو وبغا هكا يجرب بالجبن فلجينة يجرب واللي بغي يعودو باليوغورت الطبيعي ممكن لكم ديروا بلاس للجبن يوغورت طبيعي واللي ما متوفرش عنده اليوغورت طبيعي ممكن اللي يستعمل فقط الحليب لكن خصو يكون من بعد ما طابوا نصف سكر وغاد نوريكم شكل ديالهم شوفوا من الداخل كيف ديرين كي يجيوا زوينين وطيبين من الداخل يعني ما معجنين ما والو فعلا كيستحقوا انكم جربوا موليداتكم هكا تديروهم وكتبقوا تحضرهم هكا مثلا تحضرهم مثلا نهر اخر كتدخلون تخنم غير في الفران شي شوية وكتبقوا ما تديرو ما تعودوش تقليهم من جديد غير في الفران وكتعودو تقدموهم موليداتكم الى مغيتوا وصافي حباد دليد بغادي ندوزو اواش نحضروا هادو الطيبطات هادو اللي صارحة يعجبوني دائما كان ديرو هكا مني كان ميك يبدأ شوية البردي واللي عندنا معاد الايام شوية الجو بدك يتغير وبدال الجو كيبرد يعني احنا بالمغرب يمكن بقي عندهم من جو بسخون احنا عندنا الجو برد يعني كنحتاجوا شي حاجة اللي تكون سخونة ودافية ومنهم الطيبطات هكا ونا مخيمرات في الويكند غمضة معكم على بركتي الله عندي جوج الكؤوس ديال الفينو زائد ربعات الكيسان كبار او الكؤوس كبار ديال الطحين زائد هنا يلملح اعفوان معلقة كبيرة للسكار زائد معلقة نصف ملاقة كبيرة ديال خميرة ديال الخبز وزائد كذلك الملحة اللي كتبقى لحسب الضوك وصافي نغضم دان جماف العجين عندي هنا واحد جوج الكؤوس ديال الحليب زائد كاز ديال الماء لكن ماحتاجيتهم مش كاملين صراحة يمكن لكم تديرو يعني لك الكاز ديال الحليب وكاز ديال الماء ما تكتروش السوائل بزدف وبالنسبة للحليب وهاد الماء راهم دافين يعني يضروري خصوم يكونوا دافين باش لعجينة ديالكم تخمر صافي را دمقها هكا نجمع في العجين احتا غدا نجمعها مزيان ومن بعد غدا نزيد شفية ديال الزيت تقريبا نجهد ديال الاربعاد لما يلقعت ديال الزيت هكا في العجينة ضروري انكم خصوكم تديرو هاد المرحلة هدي اللي راها مهمة بزاف وهي المرحلة ديال دلك يعني دلك والعجينة زيان بالنسبة لأخوات اللي عندهم العجانة وبغاو يستعملوا العجانة استعملوا العجانة لكن انا دائما نقول للأخوات باللي في الفيديو هادي اللي كان حاول نتفاعد العجانة قدر الامكان لانا عندي بزاة الأخوات تتبعيني بزاف ديال البلدان ويعني كل واحد كتكون عنده الظروف ديال وكي اللي ما عندوش العجانة لهذا حكا نحاول قدر الامكان ان اني نحضرها كفيديو وراحة سهلة يعني العجينة كمية العجينة ماشي كتير بزاف يعني اللي غادة تدير الارهاق لهذا سافينا اللي بنات كتاخدوا تقريبا وحد خمسات الحبات ولسة ديال البطاطة وكتسلقوها معشوية ديال الملحة ومن البيت كتمعسوها هاكا مهم طريقة راحة سهلة لهذا البطاطة هادو كي يجيو بنانا لبنات وهذا الطريقة اللي غنحطر معاكم تي حاجة اللي بنينا بنينا بزاف عندي هنا واحد جوج حبات صغار ديال البصلة يلا كانت بصلة كبيرة ديرو غي وحدة كبيرة لكانهم توسطين انا كانهم عندي ما كبارينش بزاف قطعتهم هاكا وشحرتهم في واحد نصف كاز ديال الزيت كتحولوا ان لكم تحول ديال بصيلة مزيان منازل شوية ديال فوفو الأسود شوية ديال تحميرة اللي مخلطها مع واحد شوية ديال السودانية كتحول بني السودانية ولا الحار في الوصفات وكادريك واحد نصف ملعقة كبيرة ديال الطماطم المركزة وما تنسوش طبعا الملحة اللي حتى هي ضرورية باش هكا ما يجيكمش هاو الملحة يا الله كندير فيها أنا دابا كنت نسيتها ما بينتليش مع المقادر كنقول او كيفاش ميمكنش مدرتش الملحة درت الملحة في الأخر وصفي ديك هذا ندر وضعف ديك البطاطة بعد ما تحرد ديك البصيلة هكا وفي الأخير غدا نزيد واحد شوية ديال المعدنوس مع البطاطة وغدا نتفعلها وغدا ندخل ديك المكونات كاملة مع بعض صفيوك نتفعل ديك مدت ربعة دقائق خمسة كتحطوها جانبين حتى كتبرد شوية بالنسبة لعجينة راهرة يا خمرات كيف ما كتشاهدوا معايا غدا نحيد منها ديك اللي هو اللي فيها بالنسبة لأخوات اللي بغو يبدلوا مثلا في الحشوات ما بغوش هاد الحشوة هادي يمكن لكم نديروا بصيلة مع شوية ديال الطون مع الخضرة كجيبنينا وأولا اللي بغيتوا انتو ما كيبقى لكم الاختيار على حساب انتو ما وشنو كاتبوا هادي صافينا لبنت غدا ندير فهد الكويرات بشكل اللي يكون متساوي غدا ندير الحجم دياله مش بيه كبير اللي بغاهم هاكا صغير ورين هاكا صغير ورين وحلوين وهذا يديروا انا من بدرتهم الشكل ديالهم شكل ديالهم بلدي كيجبني هاد الفطائر هادو يكون شكل ديالهم هاكا كي توتع معهم اكتر حساب من ذوك صغيرين كنهضر على هاد الفطائر هادو بالطبط مش يعلم بسمان ولا شي حاجة من هادو اللي يكونوا معمرين بالبطاطة كييجوا هاكا شكل ديالهم كبير وزوين وهنا البناس كيف مما هاكا تشاهدوا ما ياخذ التاكل خليط من بعد من مبرد قد نحاول ان ينديروا كويرات يكونوا احتدرت العجينة وعرفتش حال عندي من واحدة عاد حاولت ان يندير ذلك الكويرات ديال الحشوة حتى هم ونفس القياس يعني مثلا نديروا عشرات الكويرات غادي نديروا عشرات الحبات على حسب انتوما والكيمياء اللي داتو ديال العجينة غادي نتحاولوا انكم تديروا الكويرات ديالها صافينا لبنات اخطيت شوية ديال الطحين وغادي ننصرح في العجين كيف شاهدتو ما يسرحتها ومن بعدك نحاول ان ينقسم العجين باش تجي الحشوة اه باينة وما جيتك العجينة غلاية وسط من ذيك الحشوة رقيقة من حاولت ان ينديرهم هكا متوازنين اه صافينا بعد مما قاعد ديتهم كاملين خليتهم احتار تاحو اه عادة غادي ندى نسرح فيهم ده غادي نقاعدهم وغا نحطهم جانبا غادي ده باللولة باللولة يعني ذيك اللي صاعدت اللولة هي اللي غادي نطلقها باللاتي اولا نسرحها باينة لك اه من طريقة سهلة اه كيجيوا بنام بزدعاف وفعلا كيستحقوا انكم تجربوا مهكا اه خصصا ده ببني بدي الجو كيتغير في البرد وهذا كحتاجوا حالة الوصفات ويكون فيهم اه مثلا معهم بشي شربة كترافقهم انا صراحة من العشاق دير الشربات خصصا فوقيتها اللي سيكون فيها الجو بدي تغير وبدك يبرد كيعجبوني انواع دير الشربات نديرهم هكا حالية والويدة تستمع المهم هدل عدد انواع دير الشربات وان شاء الله مني غادي برد الجو غدا نحاول ندى نشارك معكم اه شربات اخرين وجداد ومشاء الله القناة ديالي راها عامرة فيها بزدار دير انواع دير الشربات وغدا نحاول ان شاء الله ان شاء الله نتبرتجي معكم ان شاء الله الجديد اه صافي هنا ابنت بعد ما قاعد ديدوك الكورات وكنت خليتو مرتاح شوية صافي من بعد سخمت المقلع وديت كنطيف يوم كيطيبو بسرعة ما كيخطوش بزدار ديال الوقت وكيف ما كتشاهدو معي العجينة راهي شفافة يعني العجينة مش غليظة اه كعجنينة هدل المخيمرات هكي يكون العجينة ديالهم رقيقة اه ما كتعمل ديك عجينة كتكون هكي غليظة ومدكسة ووديك الحشو وفسط منها هكي مرقيقة هكي يجو احسن اه صافي لبنت هنا بعد مطابة طبعا كندهنهم شوية ديال الزبدة ديك الزبدة كتديدهم شوية طروة ولمعان وكيبلي عندهم ملوين زوين وبالنسبة الانواع ديال الزبدة اللي كيسولني الى البنت دائما كنستعمل الزبدة الحيوانية وصافي الحباد ديالي كنا ده والفيديو السلام عليكم